بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني في الحقيقة الرئيس هذا يمكن المشروع أول شيء يعني فيه إشارة على اهتمام المجلس في يعني عنصر وقضية التعليم وهي من الغضايا المهمة مع مثل قضية الصحة وغيرها من الغضايا النقطة الثانية يعني نحن الأخر رئيس مشكلة في مشكلة في الأعداد الكبيرة اللي قاعدة يعني التخرج من الثانوية العامة ولا عندنا احنا جامعة استوعب القدرة اجتعابية لها محدودة الهيئة العامة للتعليم تطبيقي أيضا القدرة الاستعابية لها محدودة البعثات أيضا لها رقم محدود بالتالي عندنا أعداد كبيرة جدا من الطلبة اللي قاعدة يخرجون أنا أتمنى يعني مع هذا القانون اتينا الحكومة في جلسة قادمة تعطينا الأعداد المتوقع تخرجهم وشنو الخطة اللي أيضا الحكومة وضعتها ليستعابهم الجامعة عندك فاضت الجامعة التعليم التطبيقي نفس الشيء بالتالي البعثات انتهى أيضا ما عندك هذا القانون لعله شوية يساهم وهو مساهمة إيجابية من الأخوة أعظام الجسمة في أنه اللي يريد يسافر بره ممكن يأخذ غرضه وبالتالي يقدر أيضا يعني يدرس أولاده التعليم العالي لأن احنا في وقت الآن إذا ما عندك تعليم عالي ما لك أي فرصة تعمل مهم جدا داخل رئيس أيضا أنه يعتني القانون في التخصصات لابد أنه اللي بيروح يدرس بره يكون التخصص تخصص مطلوب ما يروح كل واحد على كيفه يطلب أي تخصص على أبونا والله هذا ما أخذ غرضه يرجع مرة ثانية لا لابد يكون في تخصصات يحتاجها البلد وبالتالي يكون هناك في تركيز وفي يعني موضوع التخصص مهم جدا يكون يعني فيه من ضمن يعني اللواح التنفيذية اللي مطلوبة عند الحكومة أن تتضحها كما جاء في أحد مواد القانون كذلك أنا يعني أؤكد الكلام اللي قلتها اليوم الصبح أن التعليم العالي هذه الوزارة بأطقمها يعني غير مؤهلة أن تدير المشاكل اللي عندها الحين راح ندخل لها مثل هذه القضية محفظة بخمسين مليون مئات الطلبة يمكن آلاف راحيون وهم مقادرين يخلصون الشوية اللي عندهم فبالتالي أيضا هذه قضية مهمة جدا أنه لابد أنه نحن نفكر فيها ينشئ جهاز خاص إدارة خاصة يعني أي طريقة معينة بالتالي لكن نطلع من موضوع التعليم العالي وأنا أتمنى يعني إحنا ما نقعد نتشكهني لازم وزير التربية يحط يدع الجرح في وزارة التعليم العالي ويحدث تغييرات حطين يعني إدارة ما مهنتها إلا تضيق على الناس وتمنعهم وتأذيهم وتدش الوزارة وكأنها وزارة يعني معونات اجتماعية روح التعليم العالي أخي الرئيسة أي واحد خليديش وشوف الزحمة وشوف الطوابير شيء مو معقول مو تعليم عالي هذا فبالتالي لابد أنه من الأخ وزير التربية وكررها مرة ثانية لازم نشوف له صرفه وزارة التعليم العالي وفي القيادين وفي البراطية اللي قاعد يستخدمونها وفي مضايقة الناس ومضايقة الطلبة فبالتالي أنا يعني هذا المشروع يعني في بعض التعديلات بس عنا نتمنى أن نقرها الآن في المداولة الأولى والمداولة الثانية أيضا أن نقدم بعض التعديلات المهمة حتى يكون مشروع متكامل وشكرا لك الرئيس شكرا لك الرطيف العام